وفي تعقيدات الملف الاقتصادي كشف النائب جمال كوتشر عن حاجة الحكومة العراقية للمزيد من السيولة النقدية بعد المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية حيث لا تمتلك سوى 20% من حجم النقد العراقي أي بما يساوي 17 تيلرليون دينار تقريبا وبرر كوتشر النقص في السيولة النقدية بيعزوف المواطنين عن إيداع أموالهم في المصارف والاحتفاظ بها في بيوتهم في وقت يواصل البنك المركزي بيع الدولار للحصول على أكبر كمية من الدينار العراقي لتقطية الرواتب والمشاريع المتوقعة والتي ستكلف الموازنة 16 تيلرليون و500 مليار دينار شهريا ويبقى خيار تباعة الورقة النقدية فئة 20 ألف دينار من أولويات البنك المركزي في الأشهر المقبلة رغم تجاوز معدل تضخم حاجة 7% وفق تقديرات وزارة التخطيط العراقية ترجمة نانسي قنقر